قانون التقريم للاعتراف بكيان العدو الصهيوني وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه قانون متفرد في مضمونه وفي محتوى وفي عنوانه كذلك وهو يشتمل على أربع فصول لكنها محشوة بأعظم العبارات والعقوبات المتشددة لكل من تسوي لهم نفسه أو يقيم علاقات أو الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني والقانون يهدف إلى تحصين المجتمع اليمني وتحصين الدولة اليمنية وذلك لأنه منع أجانب ومنع من يقيم أنشطة في داخل البلد أو أنها جهات تخدم أهداف الكيان الصهيوني ونعرف أن مثل هذه الأمور والأنشطة التي تقام في الدول العربية من مؤسسات صهيونية وتدعم الكيان الصهيوني هو تعتبر ساحات مشبوهة لتخريج العملاء وتخريج المخابرين والتهجئة لما يمكن بعد ذلك أن يقود إلى التطبيع ولذلك هو تحصين لهذا المجتمع ومنع من أن تنشر هذه المنظمات المشبوهة أهداف الكيان الصهيوني في اليمن ثم أنه تناول أيضا على تقريم يعني وحدد ما هو الجرم وممن يعني بدأ بالمواطن اليمني الذي يمكن أن يقيم علاقات أو التاجر أو المستثمر والأجنبين والداخلين والمؤسسات الإعلامية والأحزاب والمنظمات السياسية والجهات الرسمية بمختلف فئات الدولة المختلفة جرم أن هناك مادة خمسة حددت ما هو هذا الجرم المتمثل في الاعتراف والمتمثل في إقام علاقات مختلفة سياسية واجتماعية ثم جاء بعد ذلك العقوبات وهي عقوبات متدرجة لا تتساوى بالنسبة للإحداث الجرائم وإنما تتعامل مع نوع الجريمة وهي متدرجة ونعتبر هذا القانون إن شاء الله سيصب في تنبيه المجتمعات وتنبيه الشعوب لألا الذين هم يئنون ويتألمون لما تحدث هذه الأنظمة من التخاذل أن كان الطريق إلى هذا التخاذل وإلى هذا الانبطاح هو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قادهم في النهاية إلى مثل هذا ولربما في المستقبل يتمادى هذا الانبطاح مع الكيان الصهيوني والتماعي معهم حيث بالنسبة لنا نعتبر أقل شيء نقدمه اليوم هو التصويت على هذا القرار الذي هو التقريم التطبيع يعني بكل أشكاله وكل أنواعه يعني التقريم من حيث أي علاقة قطع كل العلاقات مع العدوان كل العلاقة مع العدوان الإسرائيلي كانت ثقافية اقتصادية سياسية بهذا المعنى مجلس النواب استدعى الحكومة ويستدعى الحكومة باستمرار لتحشيد أي إرادات أو أي إمكانات مالية يمكن دعم الشعب الفلسطيني بها أيضا فيما خص الجبهات والحرب العسكرية المجلس النواب يؤكد على الحكومة الاستعداد لأي مواجهة عسكرية قادمة لمواجهة هذه الغدرسة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة القانون هو عبارة عن 16 مادة يتكون من ثلاثة أبواب باب العقوبات، باب الجرائم، باب العقوبات، وباب أحكام عامة الجرائم هي أي تواصل أو تعامل مع الكيان الصهيوني سواء اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، اعلاميا، اجتماعيا أو سياسيا أو الاعتراف به والجرائم والعقوبات تتناول عدة عقوبات متفاوتة باب أحكام عامة هو ما يحتاج لها القانون ترجمة نانسي قنقر